اشتركوا في القناة من عناصر التنظيم في اجتباكات داخل المدينة خلال الساعات الاربع والعشرين الاخيرة قال الجيش الروسي انه بدأ في عملية تقلص حجم قواته العسكرية المشاركة في العمليات في سوريا وقال قائد الجيش الروسي فاليري جيراسموف ان عملية خفض القوات ستبدأ بسحب مجموعة حاملات الطائرات الاميرال كوزنيتوف فيما اوضح قائد القوات الروسية في سوريا اندريك كورباتولوف ان الاهداف التي حددت لمجموعة البحرية خلال مهمتها قد تم تحقيقها في غضون ذلك اكدت مصادر ميدانية في المعارضة السورية المسلحة ان قوات النظام والميليشيات الاجنبية المساندة لها قصفت بقضائف محملة بغازي الكلور السام قرى في وادي بردا في ريف دمشق وادى القصف الى وقوع حالات اخسناق بين الاهالي تزامنا مع قصف مدفعي وصاروقي متواصل منذ صباح امس وفي ريف حلب الجنوبية اكدى الناشطون ميدانيون ان قوات النظام قصفت تسع قرى بالمدفعية والصواريخ في مشاهدة هذه المناطق حركة نزوح وسط ظروف انسانية قاسية مع مواصلة قوات النظام والفصائل الموالية لها خرق اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه مع المعارضة السورية برعاية موسكو وانقرة يعلن رئيس الاركان العام للجيش الروسي فاليري جيراسيموف بدء تقليص حجم القوات الروسية في سوريا مشيرا الى ان الاسطول الحربي بقيادة حاملة الطائرات الادميرال كوزينسوف سيكون اول القطاع المغادرة للسواحل السورية اعتبارا من منتصف ليل الثلاثين من ديسمبر 2016 دخل وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في كامل الاراضي السورية لكنه لا يشمل المنظمات الارهابية الدولية ووفقا لقرار القائد الاعلى للقوات المسلحة في الاتحاد الروسي الرئيس ملاديمير كوتين بدأت وزارة الدفاع الروسية بتقليص قواتها المسلحة المتشرة في سوريا لكن روسيا التي لم تفي من قبل بوعودها بسحب قواتها من سوريا شنت طائراتها غارات على الاحياء السكنية في بلدة القاسمية في ريف حلب ما تسبب بجرح عدد من المدنيين في حين قصفت قوات النظام بالمدافع الثقيلة وراجمات الصواريخ مدينة كفر حمرة وبلدة خان العسل في ريف حلب وجددت قصفها المدفعي لسوق الجبس وحي الراشدين في غرب مدينة حلب ما خلف أضرارا في الممتلكات وفي وادي برادبير في دمشق الغربي ألقت مروحيات النظام أكثر من عشرين برميل متفجرا على قريتي بسيمة وعن الفيجة وترافق ذلك مع قصف بالمدفعية الثقيلة والهاون وصواريخ أرض أرض على منازل المدنيين في قرى الوادي بعد أن تمكنت فصائل المعارضة من استعادة تلتين استراتيجية في قرية كفر الزيد عقب فتاة وجيزة من سيطرة قوات النظام عليها ما أدى إلى مقتل أكثر من عشرين عنصرا من الميليشيات الموالية لقوات النظام الناطق الرسمي باسم الفصائل المشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار مسام أبو زيد اعتبر من جهته أن الاتفاق يمر بساعات مفصلية مؤكدا أن هناك تعهدات تركية جادة لإقاف الهجوم على وادي بردة وإدخال مراقبين دوليين إلى المنطقة مشيرا إلى أنه في حال شعرت الفصائل بالياس من خلق وقف النظام لاتفاق وقف إطلاق النار سيكون الاتفاق منتهي خرج المئات من السوريين في مناطق متفرقة من ريفي حلب وإدلب في مظاهرات تدعو إلى عادة روح الثورة وتجديد العهد لإسقاط النظام وصارت المظاهرات في مدينة إدلب وأيضا في مدن سراقب ومعارة النعمان وترمانين وسلقين في ريفي إدلب أما في ريفي حلب فقد خرجت المظاهرات من مدن الأتارب ودار عزة وبلدة أورم الكبرى وبلدة كافر حمرة وأكد المتظاهرون بأنهم مستمرون في الحراك السلمي والهتاف بساحات الحرية حتى إسقاط النظام وتحقيق مطالب الثورة السورية أطلق فلسطينيون ظهر اليوم حملة لإغاثة أهالي مدينة حلب السورية نظمت بعيد صلاة الجمعة في مساجد القدس المحتلة الزميل بشار زغير توجه إلى المقر الرئيس للحملة عند جامع مخيم شعفاط للاجئين وعاد بهذا التقرير الوفاء من أرض الإسراء إلى حلب الشهداء حملة أطلقها فلسطينيون عقب صلاة الجمعة عند مساجد القدس في محاولة منهم للمشاركة في إغاثة أهالي مدينة السورية المنكوبة مقر الحملة الرئيسي كان في مخيم شعفاط للاجئين حيث نادى القائمون عليها للتبرع فيما توزع متطوعون للترويج للحملة الحملة هي عبارة عن تبرعات مالية ستصل لإخواننا عن طريق منظمة التنمية المحلية الموجودة في تركيا سنوصل لهم الأموال وإن شاء الله رب العالمين تتكلل هذه الحملة بالنجاح وبتغفيق من الله عز وجل هذا ومن المفترض أن تستغرق الحملة أسبوعا مدة قصيرة لحملة لا تتوازى وحجم المأساة في سوريا عامة وحلب خاصة من دمار وقتل وتشريد لكن بالنسبة للفلسطينيين يبقى هذا أفضل من وقوفهم مكتوفي الأيدي أحوال الفلسطينيين ليست أفضل بكثير من أشقائهم السوريين فسكان هذا المخيم مثلا يعانون من حصار وفقر واقتحامات وأمال قتل شبه يومية ومع ذلك لم يبخلوا في التبرع بما تيسر لسوريا الجريحة بشار صغير التلفزيون العربي القدس في الريف الشمالي لحلب يعاني نزحون السوريون من شدة البرد وندرة مصادر التفئة وقد دجأ الكثير منهم إلى الاعتماد على أساليب بداية في تدفئة عوائلهم الأمر الذي تسبب في حدوث حرائق أودت بحياة العشرات من الأطفال والنساء بعد أن تحولت بلادهم إلى مستنقع من الحروب والدماء بات معظم الشعب السوري بين نازح ولاجئ وتقزمت أحلامهم إلى مجرد العثور على خيمة دافئة أبو مالك احترقت خيمته في أحد مخيمات الريف الشمالي لحلب وأصب الرجل وزوجته بحروق كثيرة في جسديهما أثناء محاولة إطفاء لهب النار يعز النفس بالبقاء على قيد الحياة ويمنها بهدنة وقف إطلاق النار على المنظمات الدولية تستأنف العمل الإنساني والإغاثي المتوقف منذ مدة طويلة معظم تجمعات النازحين في شمال سوريا تعاني من نقص كبير في الخدمات الطبية والرعاية الإنسانية وخاصة مع موجة التقص السيئ التي تشتاح البلاد الأمر الذي تسبب بموت العشرات من الأطفال والنساء القصف العشوائي دفع الكثير من النازحين للإقامة في الأراضي الزراعية بعيدا عن التجمعات السكانية وهذا ما زاد في معاناتهم وصعوبات العيش أضع الأطفال هنا إنسانيتهم وأقدامهم المنغرسة في الوحل والطين خير شاهدين على ذلك أحمد غنام التلفزيون العربي إلى شأن العراقي حيث أعلن جهاز مكافحة الإرهاب استعادة السيطرة على حي المثنى الشمال شرق الموصل وذلك بعدما بدأ فجر اليوم عملية واسعة لاقتحامه بإسناد من طائرات التحالف الدولي وقال مسؤول عسكري لواء 73 في الجيش العراقي عبر نهر الخوصر أحد روافد نهر دجلة من أجل اقتحام الحي كما أعمل جهاز مكافحة الإرهاب أنه تمكن في المرحلة الأولى من معركة الموصل من استعادة السيطرة على نحو 70% من المناطق الشرقية من المدينة بعدما أكملنا المرحلة الأولى في المحور الشرقي والساحل الأيسر من مدينة الموصل تم تطهير أحياء كثيرة ومناطق كثيرة من مدينة الموصل بصراحة ما يقارب 65 إلى 70% من الساحل الأيسر تم تحريره وتم تحرير أحياء كثيرة الزيد عن حوالي 70% من هذه الأحياء أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل أربعة عسكريين وإصابة 12 أخرين خلال هجوم شنه مسلحون يرف بتنظيم الدولة الإسلامية على قاعدة عسكرية ومركز للشرطة في منطقة الدور قرب مدينة تكريت وضف المصدر أن مهاجمين انتحاريين استخدما سيارة ملغمة في الهجوم على القاعدة العسكرية بعد منتصف ليلة أمس ما أدى إلى مقتل جنديين وضابطين وعلى مقربة من القاعدة هجم مسلحون مركزا للشرطة وأضرموا فيه النيران وتمكنوا بعد ذلك من الفرار وفق ذات المصدر رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بتصويت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة لصالح نص ينادد بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الماضي والذي يطالب إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وطالب المجلس الأمريكي بسحب قرار مجلس الأمن أو تعديله على نحو يتيح التوصل إلى حل للزاع عن طريق مفاوضات ثنائية مباشرة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني كما شدد مجلس الأمن أيضا على ضرورة استخدام الفيتو ضد كل قرار مستقبلي في مجلس الأمن الدولي يكون مناهضا لإسرائيل يعود ملف العسكريين اللبنانيين مخطفين لدى ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية إلى الواجهة من جديد إثر إعلان مدير الأمن العام في لبنان عن انطلاق مفاوضات غير مباشرة جديدة بعد توقف دم أكثر من سنة جوسل حاشخوري من بيروت والتفاصيل أكثر من ثمانمائة يوم مر على اختطاف تسعة عسكريين من الجيش اللبناني على يد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية دون أي خبر عن أحوالهم ولا أي مفاوضات بشأن إعادتهم وبعد قرابة السنتين يأمل أهالي هؤلاء الجنود بأخبار مفرحة قد تعيد الأبناء إلى حضن الآباء وزيارة اللواء عباس إبراهيم مبارح لإلنا يمكن للمرة الأولى إلى مخيم الأتس عم طبعنا برياض الصدق أكيد يكمان بتعطينا دفع قوي وأمل جديد لأنه للمرة الأولى نحن نشوف تفاعل باللواء إبراهيم ما بيعكس تفاعل إذا ما فعلا مدفاعل هو من جويته حكى عن وسطها اثنين جديد وكثير هو متمسك فيهم وكثير عم نشوف فيهم جدي لأنه أشار بأنه يمكن اختبارهم بأكثر من مرحلة يعرضوا حياتهم للخطر ونفزوا اللي كان عم نطلب منهم تطورات جديدة في هذا الملف شهدتها الساعات الماضية بعد وعد قطعه رئيس الجمهورية بأن يحمل قضية العسكريين في زيارته السعودية وقتر الأسبوع المقبل وكذلك عودت المفاوضات غير المباشرة للإفراج عن الجنود إلا أن التجارب السابقة في ملف الجنود المختطفين لا تشجعوا على الكثير من الأمل منذ أسبوعين طلب من أهالي العسكريين المختطفين الخضوع لفحوص الحمض النووي للتأكد من أن الجثث التي عثر عليها في القلمون ليست لأبنائهم اليوم يحكى عن وسيط أو أكثر ويتمسك أهالي الجنود المختطفين بالأمل في أن تهدي الجهود الجديدة إلى إطلاق صراح أبنائهم جيس الحشخوري التلفزيون العربي بيروت تستمر المعارك العنيفة لليوم الثالث على التوالي في بيحان بمحافظة شبوى شرقي اليمن بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة ومسلح الحوثي وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى وقال مصدر الميداني جيش الوطني والمقاومة تقدما في جباة الساق سعيا لقطع خط إمدادات الحوثيين على الطريق الرابط بين مدرية عسيلان وبيحان العليا في غضون ذلك قصف الحوثيون بصاريخ أو بصاروخ باليستي معسكر شعب الجن التابع لقوات الجيش والمقاومة قرب مذيق باب المندب ما أصفر عن مقتل ستة جنود وإصابة العشرات بجروح أشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل نائب رئيس الأمريكي يدعو دونالد ترامب إلى أن يكون ناضجا أهلا بكم من جديد دعا نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى النضوج وقال موجه نصيحة إلى ترامب خلال مقابلة بثتها شبكة بي بي اس تلفزيونية إن الوقت قد حان ليكون بالغا على حد تعبيره وردا على سؤال بشأن موظبة ترامب على نشر تغريدات ينتقد عبرها خصومه ومعارديه قال بايدن إن الوقت قد حان ليظهر ما هو قادر على فعله انضجا دونالد انضجا حان الوقت لتكون بالغا أنت رئيس وعليك أن تفعل شيئا اظهر لنا ما أنت قادر عليه ستقترح تشريعات وسنناقشها سيتضح بشكل أكبر بكثير ما يؤيده وما يعارضه وما نؤيده نحن ونعارضه استخدم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب موقع التغريدات القصيرة تويتر وسيلة للتواصل مع الشعب الأمريكي حتى قبل ترشحه لانتخابات الرئاسة أما وقد أصبح الآن رئيسا فإن ترامب يستخدم حسابه على تويتر لإعلان مواقفه والسياساته وهو ما أثار موجات انتقاد وجدل واسعة المزيد في هذا التقرير في 2012 شبه دونالد ترامب موقع التواصل الاجتماعي تويتر بصحيفة مكتوبة بدون خسائر خلال الخمس سنوات الماضية انتقل عدد متابعي الرئيس المنتخب على تويتر من مليونين إلى نحو 19 مليون متابع كما تحول الموقع في عهد الرئيس الخامس والأربعين لأمريكا إلى منصة لنقض الخصوم ومدح ما يعتبرهم حلفاء وصولا إلى الإعلان عن سياسات الإدارة الجديدة في 140 حرفان يلخص ترامب مواقفه من قضايا كثيرة يشعل بعضها الكثير من الجدالة مثل ما فهم من تغريداته عن انتشار الأسلحة النووية وانتقاده لوكالة الاستخبارات والتعبير عن إعجابه بالرئيس الروسي بلاديمير بوتان استطاع ترامب أن يحشد القاعدة عبر استخدام تويتر كلا الحملة والانتخابية استطاع أن يهزئ منافسيه بشكل قوي جدا استطاع أن يستبق الحدث بقول بقياس بمعنى أن يرمي في التاشي كما يقول المثل ومن خلالها يعاير المزاج الشعبي تغريدات ترامب تروق لكثير من أنصاره لكنها تثير بالمقابل امتعاض قطاعا واسعا من السياسيين والمهتمين بالشأن العام في أمريكا فزعم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر انتقد ترامب بقوله أن أمريكا لا يمكن أن تتحمل رئاستانا قائمة على تويتر ترامب يقول متابعون غير ديناميكية الحكم في الولايات المتحدة حتى قبل دخوله إلى البيت الأبيض وقد يكون ذلك مؤشرا لما هو قادم بعد توليه الرئاسة رسميا في العشرين من يناير كانون الثاني الجاري عبر تويتر والملايين من متابعه يوصل ترامب رسائله إلى الشعب الأمريكي والعالم يحدد خلالها سياساته ويعلنها بكلمات قليلة لكنها مثيرة ريمة أبو حمدية تلفزيون العربي واشنطن انخفض تسعار نفط اليوم وسط شكوك بأن لا يطبق أو يطبق بعض المتجين تخفيضات الانتاج التي جرى الإعلان عنها في مسعى لكبح تخمة المعروض العالمية وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برينت في العقود الأجلة عند 56 دولارا و 67 سنة للبرميل من خفاض قدره 13 سنة عن سعر الإغلاق في الجلسة السابقة وقال محللون لدى بي ام اي ريسيرتش إن الإيران وعراق أو إيران والعراق ستلتزمان إلى حد كبير بحصتهما من تاج أوبيك وإن ذلك سيتم على الأرجح من خلال النفط الذي تنتجه الحقول المشتركة بين البلدين أما بالنسبة لسعودية فقد أكد مصدر خليجي يوم أمس خفض انتاجها النفطي في شهر يناير كانون الثاني الجاري بما لا يقل عن 486 ألف برميل يوميا ليصل انتاجها اليومي إلى ما يزيد قليلا عن 10 ملايين برميل منفذة بشكل كامل اتفاق منظمة أوبيك لخفض الانتاج من غرفة الإخبار ينضم إلينا الخبير الاقتصادي أحمد يسين سيد أحمد انطلاقا من هذه الشكوك ما هو السقف الذي يمكن أن تحدده منظمة أوبيك لأسعار النفط هشام يعني واقعيا إذا توافقت أو اختلفت دول منظومة أوبيك فأن قدرتها باتت محدودة لتدخل المباشر في الأسواق النفطية ورفع الأسهار والسقف الذي يمكن أن ترفع من خلاله أوبيك من خلال ما تسعى إليه هو 60 دولار حيث أن مستوى 60 دولار سوف يشجع وسوف يحفز الشركات النفطية الأمريكية للزيادة في إنتاجها هناك توقعات بأن مستوى 60 دولار سوف تتوصل إلى الأسواق النفطية في الربع الثالث من هذا العام ولكن عندما تتدخل أو يتدخل النفط الصخري الأمريكي ويرفع من مستوى إنتاجه لما يزيد عن المليون برميل يوميا هذا يعني واقعيا أن النفط الصخري الأمريكي سوف يعود ما تسعى إليه أوبيك لخفض إنتاجها النفطي وبالتالي سوف تعود الأسواق النفطية إلى مربعها الأول ما يشير بوضوح هشام إلى أن مقاومات القطاع النفطي العالمي ككل دخلت في قواعد لعبة جديدة وخاصة أن هذه القواعد سوف تتغير وسوف تتبلور من خلال التطور المتوقع في تقنية التكسير الهايدروليكي المرتبط بالحفر الأفقي الذي هو بالتأكيد النقطة الأساسية لنشاط النفط الصخري في السوق الأمريكية انطلاقا من المخزون النفطي الهائل للنفط الصخري في السوق الأمريكية لذلك قواعد اللعبة قد تغيرت وعلى أوبيك أن تتقبل هذا الوضع الجديد شكرا جزيلا لك القبير الاقتصادي أحمد ياسين كنت معنا من غرفة الأخبار اقترحت المفاوضية الأوروبية مباشرة بعد هجوم برلين تشديد الرقابة على نقل الأموال والمعادن النفيسة من خارج الاتحاد الأوروبي في محاولة لتشفيف أحد موارد تمويل الهجمات المتطرفين في أوروبا المزيد في سياق تقرير مراسلنا من بروكسل لبيب فهمي أعاد هجوم برلين إلى الواجهة خطة مكافحة تمويل الإرهاب في أوروبا التي كان الاتحاد الأوروبي قد اعتمدها بعد تفجيرات باريس لتضم مجموعة من الإجراءات الجديدة تسمح لمسؤولي الجمارك بتشديد الرقابة على النقد والبطاقات المدفوعة مقدما المرسل عبر البريد أو من خلال شحنات البضائع كما سيتم منح السلطات أيضا حق مصادرة الأموال أو المعادن النفيسة التي يحملها الأفراد المشتبه بهم عند دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي انفتاح مجتمعاتنا لا يجب أن يتم على حساب أمننا ولكن الأمن الضروري لا يجب أن يتم على حساب استمرار فتاح مجتمعاتنا ومبادئ التسامح وتطالب المقترحات الجديدة بالتزام الدول الأعضاء أيضا بحد أدنى من القواعد المشتركة بخصوص غسيل الأموال بهدف منع المجرمين من استغلال الاختلافات القانونية بين دول الاتحاد وتسعى كذلك إلى تسهيل تبادل المعلومات بشكل أكثر فعالية عن المجرمين بين قوات الأمن الأوروبية عبر مراجعة جديدة للنظام الأوروبي لتبادل المعلومات تحتاج هذه المقترحات إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لتصبح قانونا ولا يبدو أنها ستلقى صعوبات بسبب التهديدات الإرهابية المستمرة في أوروبا لبفهم التلفزيون العربي بروكسل خدع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو مساء أمس إلى جلسة استجواب ثانية ضمن تحقيقات في تهم متعلقة بالفساد مصادر في شرطة الإسرائيلية أوضحت أنها حققت في ملف جديد كما أنها استجوبت مشتبها آخرا في اليومين الماضيين على علاقة بهذه التهم يذكر أن التهم التي وجهت إلى نتنياهو تتعلق بتلقي هدايا باهظة الثمن تقدر بعشرات آلاف دولارات كرشا اتهم زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهر في رسالة صوتية بثت على الإنترنت اتهم زعيم ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية أبا بكر البغدادي بالكذب والافتراء على القاعدة لتشويه صورتها على حد قوله وقال الظواهر إنه نصح البغدادي بترك التفجيرات في الأسواق والحسينيات والمساجد والتركيز على القوات العسكرية والميليشيات الشعية لكنه لم يأخذ بنصيحته والآن مع أخبار رياضة تلقى عملاق كتالوني نادي برشلونة هزيمة غير مستحقة في لقاء الذهاب من دور 16 في كأس ملك إسبانيا فخسر الكتالونيون بهدفين لهدف على ملعب أتلاتيكو بلباو ورغم ذلك يبدو برشلونة الأقرب للترشح حيث ستعقد مباراة الإياب على ملعب البرنابيو ويكفيه الفوز بفارق أكثر من هدف أو الفوز بهدف لصفر للتأهل للدور التالي نال النجم الجزائري رياض محرز لقب أفضل لعب إفريقي للموسم الماضي بعد أن حاز على أكبر عدد من أصوات المدربين في القارة السمراء وتفوق محرز الذي قاد ناديه لستر سيتي إلى لقب الدور الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي على نجم بروسيا دورتماند بيير إمريك أوبوميانغ ونجم ليفربول ساديو ماني تأهل المصنف أول عالميا في لعبة التنس البريطاني أندي موري إلى دور نصف نهائي من بطولة الدوحة المفتوحة للتنس بعد تغلبه بصعوبة على اللعب الإسباني نيكولاس الماكرو بمجموعتين 7-6 و7-5 ويأمل موري في الحصول على لقب البطولة للمرة الثالثة خلال مسيرته الرياضية عزز سائق الراليات الفرنسي سيريل ديسبر سيطرة بلاده على رالي داكار في المرحلة الرابعة من السباق الذي يقام في أمريكا الجنوبية حاليا حيث فاز بالمرحلة وتصدر الترتيب العام للسائقين فيما تصدرت بجوء الترتيب العام للمصنعين وشهدت المرحلة الرابعة التي جرت بين الأرجنتين وبوليفيا بعضا من أوعر المسالك والطرقات في رالي داكار هذا العام لقي أربعة أشخاص حتفهم في زلزال قوته 5.1 درجة ضرب مناطق رفية جنوب إيران التلفزيون الرسمي الإيراني فاد بأن الزلزال وقع في ساعات الصباح الأولى على بعد نحو ألف كيلومتر جنوبية العاصمة طهران في منطقة جبلية ذات كثافة سكانية منخفضة لقي سبعة طلاب على الأقل حتفهم وأصيب آخرون إثر استدام قطار بعربتين في منطقة لوندا بإقليم البنجاب شقي باكستان وأصرح مسؤول بشرطة المحلية نسوء الأحوال الجوية والضباب الكثيف قد يكونان السبب في الحادث الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم فيما أكدت مصادر طبية نقل خمسة مصابين معظمهم من الأطفال وننهي نشرتنا من المكسيك حيث تجمع عدة آلاف من الأشخاص في ساحة زوكال الضخمة في عاصمة البلاد للمشاركة في الاحتفال بكعكة الملوك الثلاثة المعرفة باسم روسكا الكعكة العملاقة بلغ طولها أكثر من أربعة آلاف وسبعمائة متر وبلغ وزنها تسعة آلاف وثلاثمائة وواحد وسبعين كيلوغراما وقد قطعت ووزعت على آلاف الزائرين ويعد تناول كعكة الروسكا تقليدا مكسيكيا وهو الأكثر شهرة في أمريكا اللاتينية واجرت العادة وان ينتظر الأطفال هذا الاحتفال للحصول على الهدايا من الرجال الحكماء حسب معتقادات المكسيكيين بهذا نأتي إلى نهاية هذه النشرة زروا موقعنا على الانترنت العربي دو تي في كما بإمكانكم إبداء آرائكم ومقترحاتكم على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة